يقول فضيلة الشيخ رفقكم الله يقول متى ينفصل المأموم عن الإمام في حال إذا أراد المأموم القيام هل هو بعد تسليمة الإمام الأولى أو بعد التسليم الثانية الثانية ما يقوم حتى يسلم الإمام التسليمها الثانية لأنه لا يدري لعله قد بقي شيء من الصلاة سجود سهو أو شيء فلا يستعجل حتى يسلم الإمام التسليم الثانية حتى إن الفقهاء قالوا لو قام بعد التسليمة الأولى انقلبت صلاته نافلة لا يحذر من هذا نعم